اشتركوا في القناة السلام عليكم متابعي قناة زياتك اليوم نقدم لكم مقارنة بينهت في هواوي جي ار 5 2017 مع أوبو F1S بداية من الشاشة في من ناحية هاتف هواوي لدينا شاشة بمقاس 5.5 انش وبدقة FHD 1920x1080 بكثافة 400 بكثافة وبيكسل واحد في كل انش من نوع IPS LCD سكريم ب 16 مليون لون بتصميم منحني نوعا ما وايضا يقدم لك جودة ممتازة جدا في مد المشاهدة وايضا الفيديوهات بدقة عالية كما يساعدك ايضا في الحصول على تجربة مميزة مع الالعاب وخاصة مع الالعاب VR او الواقع الافتراضي بالمقارنة مع شاشة أوبو والتي تأتي بنفس المقاس 5.5 انش وبدقة HD 1280x720 بكسل من نفس النوع ايضا وبكثافة 267 بكسل في كل انش وايضا محمية من طرف غوريلا غلاس 4 فكما نرى عندما قمنا بتجربة نفس الفيديو على كل الشاشتين يمكننا ان نرى ان شاشة الهواوي GR5 احسن على الاوبو F1S خاصة في موديل اضاءة المرتفع من ناحية الرامي او ذكرة الوصول العشوائي كل الهدفين يأتين بثلاثة جيجا بايت جيدة جدا نوعا ما في الانتقال بين التطبيقات بشكل سريع ونفس المساحة التخزينية والمقدرة بـ 32 جيجا بايت GR5 يأتي بمعالج كورين 655 بمعمارية 64 بيت ثماني نواة وبسرعة قصوى تصل لغاية 1.7 جيجا هرت بينما في الاوبو نجد معالج من شركة ميدياتيك MT 6750 بمعمارية 64 بيت ثماني نواة ايضا ولكن بسرعة قصوى تبلغ 1.5 جيجا هرت الهووي يأتي ببطالية 3340 ميلي امبار دعمة تقنية شحن سريع مع نظام تشغيل اندرويد مارشميلو 6.0 المرفقة بواجهة ايميوي 4.1 بينما الـ F1S يأتي بنظام لوليبوب 5.1 مرفقة بواجهة ColorOS وبطالية بسعاد 3075 ميلي امبار وانت فيلي يأتي بحساس البصمة الول من الخلف والثاني من الامام مع زر الهوم بوتن ويدعم لجميع خواص الاتصال 4G 3G الواي فاي وغيرها اذن اثقائي بعد كل ما قمنا به في هذه المقارنة من تجربة لكل شاشتين وكل المعالجين يمكننا ان نقول ان هواوي GR5 2017 نطيق نتائج جيدة وممتازة عن باقي الهواتف من ناحية الشاشة والمعالج لان شاشته واضحة جدا وتأتي بديقة الـ Full HD بينما المعالج ايضا متميز باستجاباته السريعة جدا من ناحية السعر هواوي GR5 يأتي بسعر 35.990 دينار جزائري اترككم انتم لتقرروا من هو افضل هاتفين ذكي شكرا على المشاهدة ونلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله كان معكم ايهاب من قناة زيرتاك السلام عليكم